موسيقى نشرة والحصاد من قناة الجزائر الدولية اهلا بكم اليكم العناء موسيقى مع دخول المعارك يومها السابع القوات الروسية تعلن سيطرتها على خيرسون جنوب اوكرانيا والوكلة الدولية للطاقة الذرية تحذر من مخاطر القتال قرب المحطات النووية موسيقى بعد تضارب بشأن حدوث لقاء من عدمه موسكو تعلن انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات وكييف تؤكد عدم حسم قرار مشاركتها موسيقى روسيا تقرر طرد السفير الامريكي والجمعية العامة للامم المتحدة تتبنى قرارا باغلبية الثلثين يدين العملية العسكرية في اوكرانيا موسيقى وفي ليبيا جلسة منتظرة لمنح الثقة لحكومة باشاغ الخميس ادبيبا يرفض تسليم السلطة ومخاوف من صدام بالعاصمة ترابلوس موسيقى اسعار النفط تقفز الى اعلى مستوى لها منذ ثمانية سنوات البرانت يتجاوز حاجز المائة وثلاثة عشر دولارا للبرميل اوبيك بلاس تبقي على السياسة الانتاجية خلال افريل دون تغيير موسيقى انا بكم الى تفاصيل تصاعدت حدة المعارك في محيط العاصمة الاوكرانية كييف في يومها السابع بين الجيش الروسي وقوات من الجيش الاوكراني مع تحذيرات من ان القوات الروسية باتت على ابواب العاصمة كييف حسب ما اعلن عنه عمدة كييف الاربعاء الذي اكد ان وحدات الجيش الروسي تقترب اكثر من العاصمة الاوكرانية مخايف عمدة كييف اكدها المتحدث باسم وزارة الجيوش الفرنسية الذي حذر بدوره من ان العاصمة الاوكرانية كييف معرضة لهجوم روسي شديد ومع تقدم القوات الروسية نحو العاصمة ارتفعت النداءات للدفاع عن كييف والتصدي للقوات الروسية التي يتوقع دخولها في اي وقت في ظل هذه التصريحات اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان وحدتها المقاتلة سيطرت على المركز الاقليمي لمدينة خيرسون بشكل كامل حيث تعد المدينة من اهم مدن جنوب اوكرانيا كما اعلنت عن تدمير عدة اهداف عسكرية من ضمنها نظام دفاع جوي مضاد للطائرات وتعطيل محطة رادار فضلا عن قصف 47 طائرة كانت رابضة في مكانها واسقاط 11 اخرى وزارة الدفاع الروسية اكدت كذلك ان قواتها سيطرت على بلدتي توكماك وفاسليفكا بعد استسلام الجنود طواعية واردفت ان الجنود الاوكرانيين سيعودون من البلدتين بعد توقيعهم على تعهد بعدم المشاركة في المعارك معارك طاحنة اخرى شهدتها مدينة خاركيف ادت الى مقتل اكثر من 20 شخصا واصابة 112 اخرين في قصف عنيف ومتواصل على المدينة وكالة المعلومات المستقلة الاوكرانية تحدثت عن انزال مظليين روس في مدينة خاركيف في محاولة للسيطرة على المدينة المحاصرة بينما عرضت خدمة الطوارئ الاوكرانية تسجيلا يظهر الدمار الذي حل بمبنى الشرطة الاقليمي بعد استهدافه بصاروخ روسي ادى الى نشوب حريق وتدمير اجزاء منه مقاتلون اجانب وصلوا الى جبهة القتال الاوكرانية لدعم صفوف الجيش الاوكراني حسب ما كشفت عنه مجلة فايس الامريكية والتي افادت ان اوائل المقاتلين الاجانب وصلوا الى اوكرانيا للمشاركة في القتال ضد القوات الروسية حرب البر والبحر يبدو انها مرشحة للانتقال الى الفضاء بعد ان حذر مدير وكالة الفضاء الروسية ديبيتري روغوزين في تصريحه لوكالة انترفاكس الاربعاء من اي اختراق لأقمارها الصناعية كمبرر للحرب مشددا على ان تعطيل الاقمار الصناعية تبع لأي بلد هو في الواقع سبب للحرب اعلنت موسكو والاربعاء ان الجولة الثانية من المفاوضات مع كييف ستنطلق على الحدود البيلاروسية البولندية غدا الخميس حيث اعلنت وكالة الانباء البلاروسية ان الوفد الروسي توجه الى مكان عقد المفاوضات ياتي هذا في وقت لا تزال فيه الانباء متضاربة بشأن حدوث اللقاء من عدمه لا شيء حسم بشأن الجولة الثانية من المفاوضات بين موسكو وكييف والشكوك ما زال تحوم حول عقدها رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدنسكي اكد وصول فريقه الى منطقة بريست على الحدود البيلاروسية الاوكرانية مكان اجراء المفاوضات والتحاق الوفد الاوكراني صباح الخميس لمناقشة وقف اطلاق النار وتفاصيل الشرط الاخرى للطرفين لكن الجانب الاخر ما زال مترددا على ما يبدو مستشار الرئاسة الاوكرانية قال ان فريق المفاوضات لا يزال في انتظار حسم القرار بشأن مواد استكمال المحادثات مع موسكو في ظل مطالبة كييف باجندة واضحة بعيدا عما اسمتها الاملاءة الروسية ما بدأ انه استعداد للحوار بين الطرفين من جهة وتردد اوكراني من جهة اخرى استدم بما قيل انه محاولات لافشال الجولة الثانية من مباحثات نجحت بيلاروسيا في عقد جولتها الاولى رغم اتساع الهوة بينهما وهو ما لمح له رئيس الوزراء البيلاروسي حينما تحدث عن محاولات لجر بيلاروسيا كطرف في الصراع واتهام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بان تماطل الطرف الاوكراني يأتي بضغط امريكي بل باوامر مباشرة من البيت الابيض نحن الان نبذل قصار جهدنا لعقد الجولة الثانية من المفاوضات على الرغم من ذلك تحاول القوات المناهضة لبيلاروسيا جاهدة ربطنا بهذا الصراع موسكو المتمسكة بشروط ضماناتها الامنية التي طرحت على الغرب ربطت قبل ايام اي تسوية سياسية بشأن الازمة بالاعتراف بضم القرم ونزع سلاح اوكرانيا واعلان الاخيرة الحيادة وانهاء هيمنة القوميين المتشددين على الدولة الاوكرانية بالمقابل تحدثت المصادر الاوكرانية عن مطلبين اساسيين هما وقف اطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من اراضي اوكرانيا ولعل ذلك يشمل استرجاع دونباس وفق المصادر ذاتها لكن التطورات الميدانية قد تقلل من حضوض تواصل الاتفاق بين طرفي الازمة الطرف الاوكراني الذي يقول بايدن انه على تواصل مستمر معها رفع من سقف مطالبه اما روسيا التي اختارت النهج العسكري لا يبدو انها ستتنازل على شروطها وفي ذل تضارب الاخبار حول طبيعة المعارك في اوكرانيا اعلنت القوات الروسية سيطرة الكاملة على مدينة خيرسون المطلة على البحر الاسود من الجهة الجنوبية لاوكرانيا وتزامنا مع تواصل المعارك والقصف الجوي على مدينتي ماريوبول وميليتوبول المطلتين على بحر ازوف جنوبا نفذت القوات والجوية الروسية انزالا لمضليين على مدينة خاركيذ في الشمال الشرقي الاوكرانيا لتكون كل هذه المناطق والمدن مركزا خلفي لتعزيز القوات الروسية المحاصرة للعاصمة كييف الحرب في اوكرانيا تطوي اسبوعها الاول ومع اشتداد القصف المدفعي والغارات الجوية في مدن خاركيذ وماريوبول وخيرسون والعاصمة كييف تثار تساؤلات حول مسارات وسيناريوهات العمليات العسكرية روسية في اوكرانيا وهل ستكتفي روسيا بما حققته لحد الان ام ستمدد عملياتها لتشمل كافة ربوع البلاد وسط تباين واضح في القوات العسكرية بين موسكو وكييف تطهير اوكرانيا من كافة الاسلحة والمعدات الحربية وتدمير بناها التحتية العسكرية هدف فلاديمير بوتين ولذلك اقحمت روسيا خمسين بالمئة فقط من قواتها التي كانت منتشرة منذ اشهر على طول الشريط الحدودي الى اوكرانيا وقد تستدعي بقية القوات اذا استمرت مقاومة الجيش الاوكراني واستعصى على روسيا تحقيق هدفها من عملياتها العسكرية وهو السيناريو يراه مراقبون الاقرب للتجسيد ميدانيا سيناريو وان تم فسيفتح الباب امام مزيد من التصعيد وارتفاع في وطيرة المعارك خاصة في العاصمة كييف التي باتت على بعد خمسة وعشرين كيلومترا فقط على القوات الروسية وقد تحمل الساعات القادمة اعلانا بسقوطها في يد الجيش الروسي واضافتها الى مدينة خرصون المطلة على البحر الاسود وبحر ازوف مكاسب الروس جنوبا قد تجعلهم يتطلعون نحو مدن ماريوبول وميليتوبول المطلتين على بحر ازوف واوديسا المطلة على البحر الاسود لاحكام سيطرتهم على الجهة الجنوبية لاوكرانيا وحماية القوات المتقدمة من الجنوب نحو العاصمة كييف توازيا مع تعزيزات عسكرية تتقدم نحو العاصمة من مدينة خاركيف شرقا اي ان كانت السيناريوهات الميدانية لحرب اوكرانيا الا ان مراقبين يرجحون استبعاد التوصل لوقف اطلاق النار في ظل الوضع الراهن فلا روسيا مستعدة للتراجع عن عملياتها العسكرية دون الحصول على ضماناتها دون الحصول على ضماناتها الامنية التي كانت سبب الحرب بالمناسبة ولا الغرب سيتراجع عن حزم العقوبات الثقيلة التي فرضها على موسكو ولا المفاوضات المتباطئة في بلا روسيا بإمكانها تخفيض نسب الاحتقان وحول الموضوع معنا الخبير العسكري الاستراتيجي ناجي ملاعب من بيروت اهلا وسهلا بك سيد ناجي اهلا مهلا مرحبا اذا سيد ناجي هل نتحدث في هذا اليوم السابع من العملية العسكرية الروسية نتحدث عن مرحلة جديدة ميدانيا وفق هذه التطورات كبرى المدن الاوكرانية طبعا هناك مرحلة جديدة ان يتكون رتل من ستين كيلومتر على طول ستين كيلومتر من خرب كياب 25 كيلومتر عن كياب حتى الحدود لحد الشرمبيل هذا الرتل ولا يستطيع الجيش الاوكراني التعامل معه يعني ان الروس امنوا السيطرة الجوية بالتالي قضوا على الدفاعات الجوية وكل شبكات الدفاع الجوي باوكرانيا واصبح السماء بتسلوطهم هذا ما يجعلهم يقتربون اكثر من تحقيق تطويق العاصمة كياب وبعد تطويقها اعتقد انهم سيعملون الى اسقاط العاصمة لان عدم اسقاط العاصمة لا يعطي الروس اي مطلب من مطالبهم الثلاثة اذا ما سقطت العاصمة يستطيعون تهيير النظام يستطيعون التوفيق على نوعية الاسلحة التي يمكن ان يحطفت فيها مستقبلا الجيش الاوكراني ويستطيعون ابعاد الناس الذين يتهمون يتهمونهم بانهم نازيون عن السلطة وبالتالي حشرهم في مكان واحد فقط محل ما هنم موجودين في غرب شمال غرب اوكرانيا للتعامل معهم على هذا الفيديو هل نتحدث اليوم عن حرب شوارع سيد ناجي؟ حرب الشوارع كانت في المدن الجنوبية وفي خاركة حرب الشوارع المنتظرة هي بالعاصمة وهذا بعد تطويق العاصمة بعد إتمال الطوق وهذا يستلزم لأقل من البوع وكذلك فإن قد يبدأ إرسال مضليين أو اتراقات للعاصمة وبالتالي حاولت بالأمس يعني الجيش الروسي الخرق من ناحية الشمال ولم يوفق في المرة الأولى ولكن تركيزه على هذه المنطقة لأنها لا يوجد فيها قواعد أفكارية للجيش الأوكراني ممكن أن يتم الخرق من هذه الشهة وممكن إنزال مضليين وحينها أكيد هناك حرب شوارع وهناك دمار طوي وهناك ضحايا من الفريقين طيب إذن ما دعم رؤيتكم لسيناريوهات الحرب التي قد تحسم المعارك ميدانيا كذلك سيد ناجي؟ عادة القوى المدافعة نسبة القوى المدافعة للقوى المهاجمة هي واحد على ثلاث يعني يكفي على فصيلة واحدة في محور واحد تستطيع الدفاع ضد ثلاث فصائل مهاجمة هل جهز الجيش الأوكراني هكذا دفاعات حول كياب وهو مشهول ومنتشر في عدة أماكن سواء في الجنوب مدن الجنوب أو في خاركيب للقتال في عدة أماكن هل هو مكتعد؟ هل القاعدة المقاومة الشعبية التي دعا إليها الرئيس الأوكراني جاهزة وأطبحت مدربة جيدا لكتعن عاصمتهم؟ هل أن الاختراق في الداخل يعني الجيش الروسي استفاد من الحرب في سوريا واشتبك وقام بقتال شوارع في سوريا قتال حديث يعني سهب ومع مجموعة من أشكشان من قوات الخاصة إلى أوكرانيا ولدايه خبرى بقتال الشوارع هل يستطيع؟ أعتقد أنه مدرع على هكذا قتال وإذا ما كان أمن الغطاء الجوي أعتقد أنه استفاد من الحرب نعم شكرا جزيلا لك الخبير العسكري الاستراتيجي سيد ناجي ملاعب كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك أهلا هذا وأعلنت روسيا طرد السفير الامريكي لديها على خلفية قرار واشنطن طرد 12 من دبلوماسيها من الأمم المتحدة يأتي هذا تزامنا مع تبني الجمعية العامة الأربعاء قرار ليستنكر العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ويدعو موسكو إلى سحب جميع قواتها أكد رئيس الامريكي جو بايدن اليوم الأربعاء أن واشنطن تمكنت رفقة حلفائها الغربيين من عزل موسكو اقتصاديا في وقتنا أكد وزير الخارجية الروسي سيلجرافروف امتلك بلاده بدائل كثيرة يمكن استخدامها العقوبات الغربية على موسكو تستمر بدخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السابع عقوبات يقول من فرضها أنها تهدف إلى إضعاف موسكو اقتصاديا وثنيها على مسعها العسكري مسعا بدجاليا من خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس الامريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأربعاء حيث أكد أن واشنطن تمكنت رفقة حلفائها الغربيين من عزل بوتين أكثر من أي وقت مضى التأكيد الأمريكي يبدو أنه لم يعجب روسيا التي استبعدت إمكانية عزلها مؤكدة امتلاكها الكثير من الأصدقاء محذرة في الوقت ذاته بأن قيام أي حرب عالمية لن تكون إلا نووية الاتحاد الأوروبي هو الآخر يستمر في مسار العقوبات على المؤسسة المالية الروسية حيث استبعد سبعة جديدة منها من نظام السويفت المالي العالمي مستثنيا مؤسستين ماليتين مرتبطتين بقطاع المحروقات في المقابل قرر بانك سبير بونك أكبر بنك روسي مدرج في قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية مغادرة السوق الأوروبية بسبب خروج تدفقات غير طبيعية للأموال فضلا عن التهديد الأمني للموظفين حسب وصفه في غضون ذلك أوقفت شركة صناعة الصلب الروسي سيفرستيل مبيعاتها إلى أوروبا بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مالك الشركة العقوبات الغربية لم تتوقف عند شقها الاقتصادي والمالي بل تعدت إلى منع الرياضيين والمثقفين والفنانين والإعلاميين من ممارسة وظائفهم ومهامهم في عموم أوروبا أمام استغراب روسي يخيم شبح نشوب حرب نووية بقوة مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وضغوط الغربية المتواصلة خاصة بعد قرار الرئيس الروسي فراديمير بوتين وضع قوة نووية في حالة تأهب العرض والتالي يوضح سلطة من يضغط على الزر النووية تسع دول في العالم تتقسم فيما بينها ترسانة نووية المدمرة لكن معرفة من بيدئي أصبع الضغط على الزر هذا السلاح الخطير أمر بالغ الأهمية يضاهي معرفة مدى عواقب استخدامه وضد من في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس وحده المسؤول عن القضايا النووية والضغط على الزر النووي يتطلب مسادقة مسؤولين اثنين من البيت الأبيض روسيا الرئيس هو قائد القوات المسلحة ومسألة الضغط على الزر تتطلب إذنا ثلاثيا من وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة والرئيس نفسه في إنجلترا قرار استخدام الأسلحة النووية يخضع إلى رئيس الوزراء لكن الأمر يتطلب استشارة مسبقة من الملك أو الملك باعتباره قرارا يتماشى مع التقاليد البريطانية في فرنسا الرئيس دستوريا هو المخول لاستخدام الأسلحة النووية لكن بعد التحقق من سلسلة أمنية تليها سلسلة تنفيذ من قبل رئيس الوزراء ومفتش الأسلحة وأحيانا رئيس الأركان الخاصة في الصين يرجع قرار الضغط على الزر النووي للرئيس بلا شك لكن بعد استشارته لأعلى سلطة سياسية في هوم كونغ في إسرائيل أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالأمن القومي في الحكومة هي من تتخذ قرارات الدفاع في المسألة النووية الإسرائيلية باكستان يتطلب أي قرار نووي فيها إجمع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وإذا فشل يتعين على رئيس الوزراء ورئيس الدولة الإذن بتفعيل الرموز اللازمة لفك شفرة الأسلحة النووية برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية يختلف نوعا ما يبدو أنه لا يمكن استخدامه أبدا إلا بأمر من القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري كيم جونغ نفسه كونه الزعيم الأوحاد في البلاد تدرس حكومات والاتحاد الأوروبي حضرا على دخول السفن الروسية إلى موانئ تكتل المؤلف من 27 دولة في وقت قررت كندا إغلاق موانئها أمام السفن المملكة لروسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع توصول العملية العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية تتوسع دائرة العقوبات الاقتصادية الغربية ضد موسكو فبعد فصل جزئي لروسيا عن نظام سويفت وتجميد أصول بنكها المركزي وسندوقها السيادي وتعليق الرحالات الجوية من وإلى المطارات الروسية بات عزل موسكو بحرا جبهة جديدة للغرب للمعاقبة وضرب الاقتصاد الروسي شركة ميرسك العملاقة أكبر مجموعة للشحن البحري في العالم كانت السباقة في تعليق نشاطها نحو الموانئ الروسية قبل أن تتخذ الحكومة الكندية نفس الإجراء ساعات بعد ذلك كأول دولة تقر الإجراء يجب محاسبة روسيا اليوم نحن نتخذ خطوات لإغلاق المياه والموانئ الكندية أمام السفن المملوكة أو المسجلة في روسيا سنواصل اتخاذ إجراءات لدعم أوكرانيا بعد الإجراء الكندي الاستباقي بدأت أوروبا التمهيد لقرار ممثل مع دعوة الدانيمارك لإغلاق موانئ القارة العجوز أمام السفن الروسية تعمل الدانيمارك بنشاط من أجل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا مشتركا لإغلاق موانئه أمام السفن الروسية لقد قررنا بالفعل إغلاق المجال الجوي أمام الطائرة الروسية وفي نفس الوقت نحن منفتحون على دراسة مبادرات جديدة بالتعامل مع شركائنا الأوروبيين دعوة سارعت المفوذية الأوروبية إلى استبعاد تبنيها على الأقل في الوقت الراهن مع حاجة القارة لتدفق النفط الروسي القادم نحوها بحرا الاتحاد الأوروبي يعمل على مزيد من العقوبات وإغلاق الموانئ أمام السفن الروسية أحد الاحتمالات لا يوجد حضر من هذا النوع ساريا في الوقت الحالي لكننا نواصل العمل على عقوبات إضافية سيجري الإعلان عنها في الوقت المناسب تركيا العضو في حلف الناتو قررت منع كل السفن الحربية من المرور من مذيقي البوسفور والدردانيل تنفيذا لمضمون اتفاقية مونترو التي تجبر أنقار على غلق المذيقين في حال تهديد يستهدف دول حلف الأطلسي أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية عن برمجة رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية غدا الخميس انتلاقا من العاصمة الرومانيا بخارست على الساعة الخامسة بتوقيت المحلي لرومانيا وأوضحت الخارجية الجزائرية في بين لها أن طائرة الإجلاء برمج أن تصل إلى الجزائر في حدود الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت الجزائر ودعت الوزارة المواطنين الجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية نحو رومانيا أو البلدان المجاورة بتواصل مع البعثة الدبلوماسية في بخارست قصد اتباع الإجراءات اللازمة وسعت أسعار ونفط مكاسبها بقوة الأربع بالتزامن مع تحذير وكالة الطاقة الدولية من أن أمن الطاقة العالمية يتعرض للتهديد وقفز نفط برانت فوق 113 دولار للبرميل بمكاسب يومية تجاوزت 7 دولارات مسجلا أعلى مستوى له منذ منتصف 2014 وارتفعت العقود الآجلة في لندن ونيويورك بنحو 8% لتتجاوز 110 دولارات ما دفع غرب تكساس الوسيطة إلى أعلى مستوى له منذ 2013 اتفق تحالف أوبيك بلاس على زيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من أفريل المقبل ضمن خطة الزيادة التدريجية التي أقرها التحالف في العام الماضي وذكر البيان الختمي الاجتماعي التحالف الذي وصف بالأقصر في تاريخ المجموعة لمدة 13 دقيقة ذكر أن التحالف لاحظ أن الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته تشير إلى سوق متوازنة بشكل جيد وأن التقلبات الحالية غير ناتجة عن التغيرات في أساسيات السوق ولكن بسبب تطورات الجيوسياسية الحالية أكد توبيك بلاس في بيانها على الأهمية الحاسمة لالتزام الدول بتعويض نقص الإنتاج الذي حدث في الشهور الماضية والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية جوان المقبل ومعنا الخبيرة الاقتصادية دكتور هاشم عقل أهلا وسهلا بك دكتور هاشم أهلا بك مرحبا إذن دكتور هاشم مع تحذيرات وكالتي الطاقة الدولية من أن أمن الطاقة العالمية مهدد يتعرض للتهديد كيف تقرؤون هذه المكاسب التي حققتها السعر النفط مساء الخير شكرا للاستضافة دائما الأسباب الجيس سياسية هي أهم عامل يرفع أسعار البترول أو يخفضها بحدة وبالتالي الأزنة الروسية الأوكرانية كانت من أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وأصبحت فوق السيطرة لكن إذا تحدثنا عن الأسباب ليس هذا هو السبب الوحيد السبب آخر هو أوبيك لديها تقصير في كمية الانتاج بعض أدول أوبيك لا تستطيع إنتاج الحصة المقررة لها وهناك نقص في إنتاج أوبيك تقريبا مليون برميل وبالتالي هذا النقص من أسباب زيادة الطلب وقلة العرض أوبيك سعيدة جدا بهذه الأوضاع لأنها تبيع البترول بأسعار مرتفعة وتحقق إيرادات مالية عالية وتتعرض لضغوط عديدة ولكنها ترفض كافة هذا الضغوط وترفض فك الارتباط بين أوبيك وروسيا لأن اتحاد أوبيك وروسيا أدى إلى أوبيك زائد وبالتالي هذا أدى نتيجة وتحقق أرباح عالية وبالتالي هم سعيدون بهذا الوضع عمليا الدول الأخرى المستولدة للنفط هي المتضررة من هذه القضايا بارتفاع أسعار البترول هناك مشكلة أخرى أننا بعض في المستقبل القريب لستمرت الأزمة الأوكرانية الروسية سنواجه نقف معروض لأن روسيا كمنتج كبير للبترول ينتج 11 مليون برميل ويصدر بين 5 إلى 6 مليون برميل جزء كبير من هذه الصادرات سوف تذهب إلى خدمة الآلة العسكرية التي تحارف في أوكرانيا وبالتالي تتراجع الصادرات الروسية إلى الأسواق العالمية والمتضرر الأكبر في هذه الحالة سوف يكون الأسواق الأوروبية لأن أوروبا تستورد 40% من الغاز و25% من ما تحتاجه من النفط من روسيا بالتالي نحن مقبلين مع استمرار هذه الأزمة على أوضاع اقتصادية صعبة ومزيد من ارتفاعات البترول وقد نراه خلال الأسبوع القادم على 120 دولار هنا بالتحديد كيف تقرؤون ربما هذه التفاؤل أو التوجهات هذه المتعلق بألا السعار وأن تكون أو تلامس 150 دولار للبرميل يعني المية وخمسين دولار أعتقد أنه شوي صعب يعني أنا حد أقصى أتوقع أنه 125 دولار لأنه الأزمة الأوكرانية الروسية أعتقد لن تطول لفترة طويلة لأن هذه تعتبر من الحروب الخاطفة لأنه توازن القوة ليس عادلا فهناك فارق كبير وقد تنتهي خلال أسبوع عشر أيام بعدها ستعود الأسعار إلى طبيعتها وتعود إلى فلك الثمانينات بين 80 إلى 85 دولار كما بدأت لأنه بداية نزمة روسيا أوكرانيا بدأت على السعر كان 84 دولار وهي ما ألهبت هذه الأسعار لكن الدول المستهلة كتحاول إيجاد مخارج وهي مخارج لا أعتقد أنها فاشلة لعل أولها أن بايدن أعلن هو والحلفاء سوف يحررون 60 مليون برميل من الاحتياط الاستراتيجي وقد فعلوا ذلك سابقا نعم هل تقلبات الأسعار مرتبطة بالأزمة الأوكرانية؟ أحد الأسباب الرئيسية أحد الأسباب الكبرى هي الأزمة الأوكرانية الروسية لكن هناك عوامل أخرى هامشية تعتبر مقارنة بهذا السبب لكن هي السبب الرئيسي لهذا الاتفاع لأنه دائما البترول سلعة عالية المخاطر وتتأثر بالأحوال الجيوسياسية نعم شكرا جزيلا لك الخبيرة الاقتصادية دكتور هاشم عقل كنت معنا مباشرة شكرا جزيلا لك شكرا شكرا هذا وأعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب عن رفع إنتاج بلاده من الخام لأكثر من مليون برميل يوميا الشهر المقبل وذلك لأول مرة منذ خمس سنوات عرقاب وفي تصريحات أدلى بها في ختم اجتماع تحالف يوبيك بلاس شارك فيها عبر تقنية تحاضر المرئية كذا أن الإنتاج الجزائري سيشهد زيادة بمعدل عشرة ألاف برميل يوميا شهر أفريل القادم ويصبح إنتاج بلادنا للنفط يتجاوز مليون برميل في اليوم وبالضبط مليون و ألفين برميل في اليوم خلال شهر أبريل قفزت العقود الأوروبية للغاز الطبيعي خلال تعاملات الأربعاء لأعلى مستوى لها على الإطلاق في ذل حالة عدم اليقين حول مستقبل الإمدادات من روسيا ارتفع سعره المرجعي والأوروبي للغاز الهولندي تيتيهذ إلى مائة واربعة وتسعين يورو ميجاوات سعي بزيادة أكثر من ثلاثين في المئة مساجلا أعلى مستوى له على الإطلاق وتجاوز سعر الغاز البريطاني تسليم شهر المقبل أكثر من أربعمائة وثلاثة وستين بينس لكل وحدة حرارية ليلامس أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلها في ديسمبر الماضي جددت شركة الكهرباء والغاز الجزائرية سون الغاز اتصالاتها بشركة ليبية للكهرباء جيكول لإعادة تنفيذ مشاريع وصفقات كانت وقعت بين أو وقعت بين طرفين وقال رئيس المدير والعام لسون الغاز مراد عجال خلال لقائه القائم بالأعمال بسفرة ليبيا في الجزائر عبد الناصر جمعة ما زق إن الشركة الجزائرية على استعداد لاستكمال مشاريعها مع الشركة العامة للكهرباء الليبية وكانت الشركتان قد وقعت في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم تتضمن مخطط عمل طويل المدى للتعاون الثنائية بين معارض لخطوة مجلس النواب من حاطق لخكومة بشاغة ومؤيد ترتسم في المشهد الليبي ملامح أزمة جديدة خصوصا مع إصرار حكومة الوحدة الوطنية على عدم تسليم السلطة إلا لسلطة منتخبة الحكومة الجديدة أعلنت أنها ستؤدي اليمين الدستوري الخميس في طبرق بعد توشيه رئاسة مجلس النواب دعوة لأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والمراقبين الدوليين والمحليين وكذا الصحفيين للمشاركة في هذا الخدث في الجانب الآخر وبالتحديد في طرابلوس اجتمع الأربعاء كل من رئيسي المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميدة بيبة الذي أكد على أن الأولوية في المرحلة الحالية هي الأعداد للقاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات مطلع جنز المقبل إنهاء للمرحلة الانتقالية ليظهر أجليا موقفه المعارض للحكومة الجديدة موقف يعكس حدة الخلاف بشأن الشرعية المتنزع عليها اليوم في البلاد رئيس الحكومة الجديدة المكلف من مجلس النواب فتح بشاغة وفي كلمة متلفزة عقب منح الثقال حكومته أكد على أنه سيتسلم مهامه بشكل سلمي وأمن بل وأعلن عن مباشرته اتخاذ التدبير القانونية واتصاله بجميع الجهات الأمنية والعسكرية وعقد الترتيبات معهم لتسلم السلطة لترد حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها بأن أي محاولة لاقتحام مقراتها الحكومة تعد هجوما عليها محضرة من أنها ستتعامل مع مثل هذه التحركات وفق ما يفرضه القانون وبين هذا وذاك كيرا المجلس الأعلى للدولة أن منح مجلس النواب الثقة لحكومة بشاغة كان مخالفة للاتفاق السياسية معلنان أن موقفه الرسمي سيتضح بعد جلسته الرسمية يوم غد الخميس كان هذا التقرير حول تأكيد مجلس النواب الليبي أن حكومة فتح بشاغة ستؤدي الأمن الدستوري غدا الخبيس أمام البرلمان ومن جانب آخر أيضا بحث كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كيفية المضي في العملية الانتخابية بأسرع وقت في شأن آخر كدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا نالدي باندور أن التقنيات المستخدمة من قبل المغرب في نزاع المسلح بصحراء الغربية تساهم في استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية للشعب الصحراوي وأوضحت باندور خلال الندوة الرقمية المنعقدة في جونيف حول استخدام التقنيات المتطورة في انتهاك القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية أن استناف النزاع المسلح في الصحراء الغربية شهد استخدام تقنيات أكثر تطورا وحداثا كعمليات الطائرات بدون طيار المغربية التي استهدفت عشرات المدنين الصحراوين مؤكدة دعم جنوب إفريقيا شعبا وحكومة النضال من أجل حرية الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير ومن جهتها أكدت وزيرة عدل ناميبيا إن غياب المساءلة عن الانتهاكات الحالية والسابقة للقانون الدولي الإنساني يشجع قوة الاحتلال المغربية على تكثيف عدوانها على الشعب الصحراوي أغلقت قوات الاحتلال الأربعاء حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة بالحواجس تمهيدا لمسيرة المتضامنين مع أهالي الحي وحسب مصادر إعلامية منعت شرطة الاحتلال الأهالي من مغادرة منازلهم بعد إخراج المتضامنين مشيرة إلى أنها دفعت بتعزيزات كبيرة من الجرود هذا وأكد سكان حي الشيخ جراح تمسكهم بحقوقهم ورفضهم التخلي عن منازلهم مهما كانت تضحية فيما طردت قوات الاحتلال الضيوف والزوار من منازل أهالي الحي في القدس المحتلة ختم الحصاد مشاهدين الكرام وهذا تذكرون بأبرز مجاهدهم العالم مع دخول المعارك يومها السابع القوات الروسية تعلن سيطرتها على خيرسون جنوب أوكرانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من مخاطر القتال قرب المحطات النووية بعد تضارب بشأن حدوث اللقاء من عدمه موسكو تعلن انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات وكييف تؤكد عدم حسم قرار مشاركتها الخارجية الأمريكية في طرد سفيرها من موسكو والجمعية العامة لأمم المتحدة تتبنى قرارا بأغلبية الثلثين يدين العملية العسكرية في أوكرانيا موسكو وفي ليبيا جلسة منتظرة لمنح الثقة لحكومة باشاغ الخميس الدبيب يرفض تسليم السلطة ومخاوف من صدام بالعاصمة طرابلس موسيقى أسعار النفطة تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ ثمانية سنوات البرنت يتجاوز حاجز المائة وثلاثة عشر دولار للبرميل وبيكا بلاس تبقي على سياستها الانتاجية خلال أفريل دون تغيير موسيقى شكرا لطيفية المتابعة مشاهدين الكرام لليتكم هادئة السلام عليكم موسيقى